أخذ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة مخططات إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالي الغربي أشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم من مشروعات تستهدف تنمية وتطوير مناطق الساحل الشمالي الغربي سعيا لجعلها أكثر جذبا للعمران والتنمية واستغلالا لما تتمتع به تلك المناطق من مقومات وإمكانات تجعلها مقصدا سياحيا عالميا تنفيذا للتوجهات الرئاسية في هذا الشأن كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يستهدف التوافق على الخطوات المختلفة والخاصة بمدينة رأس الحكمة الجديدة وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية الساحل الشمالي وفق أسس ومعايير تخطيطية تضمن الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة